ارضى عن سيدي عبدالقادر الجزائري ايه نعم وهذه وكذاك من العلمة اشعر قادر ابدا اولياء الله نعم والله انا رأيته في المنام يعطيك هذا الشيخ الصيداء يعطيه اسرارا اقاما ايه نعم قال حتى الذين لحقوا الى الشام كلهم من الاشراف ابدا سأل هذا صاحبك وين الشيخ مازين اللي بيجي ها كمان لان اجدادهم منهم لحقوا الاشراف من اهل الجزائر لحقوا الامير عبدالقادر الى الشام ومنهم اجداد هذا الافندي شيخ مازين نعم الله يجيبه بالسلامة نعم قال وهذا ضعيف يروي خلاص هين شغل باك هيتأمنوا خبزات شو سيدي مشغول باله بالدرس هاي جابوا له خبز بسم الله نعم هاي الخبزات عليهم المسبحات على هذا السهل الله يرضى عنه قالوا هذا ضعيف لأن مخالطة الكفار لا فائدة فيها الا دعوتهم الى الدين مخالطة كفار ما فيها فائدة الا الدعوة ايه للدين ودعوة لوجه الله ها لا طمعا بمال وينادى الله يرضى عنه احد الاحباب الحمصي راح الحمصي الله يهديه بجاء الحيوة العظيم كسجل مخالفات لا بالصيف تكثر مخالفات نعم هذا الشيخ علم بالصيدة ذهب في امريكا هو من الاحباب اهل الدعوة والتبليغ فدخل على رجل كبار الاثرياء في امريكا نعم اصله لبناني مسلم هو لبناني مسلم لكن والعياذ ذهبوا ايه تلك البلاد فتركوا الدين تركوا الاسلام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عنده اراضي اذا بدأ يعمل مشقة عليها بركب حوامي بالطيارة مو بالسيارة شوفهم فوق لكثرتها فدخل عليه وذكره نعم ذكره بالاسلام فتعذاك قال له لك انا لك ابي كان مسلمان وكذا شو السيدي والله بعدين اعطاه اعطاه ارضا ببنئات الملايين الدولارات قال له خذها قال له هاي ارض قال له نحن ما ناخذ شيئا نحن دعوتنا لله سبحانه وتعالى نحن نأتي الى امريكا من لبنان باموالنا على حسابنا ودعوتنا لله سبحانه وتعالى نأكل على حسابنا واجرت الطائر على حسابنا انا بنت هذا اللبناني كمان تنصرت اشترت كنيسة انا لما رأت ذلك اعلنت اسلامها والكنيسة جعلتها مسيدان وابوها دخل في الاسلام ودخلت هذه العائلة كلها عندما سمعته يقول نحن دعوتنا لله ابدا طريقنا شوف يقول الولايسة اغفاعية الله يرضى عنه طريقنا لله لا الاكتساب الجاه ولا اكتساب المالي اللهم يا ربي ثبتنا على طاعتك ومرضاتك دخلوا في الاسلام يا حبيبي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ليه لك العلماء نعم يحذروا لك يا عفريت اللي وين هتروح لحط المرأة والولاد في 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 المانيا ولا في السويد الآن جماعة دعوة والتبليغ دخلوا على كثيرين غير مسلمين ابوه مسلم وجده مسلم هو الآن ترك ترك الاسلام وهون في ديك البلاد يعني ما يريدون الآباء ولو الله ابوه اخي ثابت على اسلام لكن بدهم ايه بدهم لولاد بدهم لولاد عم يعطوهم اليورو الآن فرحانين بالمال عم ياخدوا دين الولاد وياخدوا عرضه عم يعطوه الثقافات فيها الكفر وفيها الالحاد وفيها الرزالة وفيها ما فيها من الويلات سأل الله ان يحفظنا اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت خلوبنا على دينك ذكرت لك عن هذا الطبيب الامريكي نعم طبيب الامريكي رأى مسلما في امريكا عربيا هذا مسلم انا عم جاء ظن جاء من السعودية الحاصل سكن في امريكا قاعد في امريكا شبت ابنته صار عمره ستاعة سبتاعة منتعشر سنة فذهبت وانحرفت طلابها خلاص القانون قانون معها وانحرفت فهذا الطبيب الامريكي جنسيته امريكي متزوج عنده بنت صغيرة لما رأى بنت المسلم العربي المسلم انحرفت قال لزوجته قوم بنا لنسكن في دار الاسلام وجاء الى المدينة المنورة جاء الى المدينة انحوا في المدينة وظفوا هناك اعطوه جزءا يسيرا من الذي كان يأخذه في امريكا وقال لزوجته نعيش في دار الاسلام وتبقى ابنتنا مسلمة ولنا الولاية عليها ولا نريد ان نجعل ولاية الامريكان الكفرة على اولادنا وعلى بناتنا اللهم استرع وراتنا وامن ارعاتنا لعنه ما خرجنا على البحث قال لان مخالطة الكفار لا فائدة فيها الا ايه دعوتهم الى الدين وعند اليأس من اجابتهم فلا وجه الا هجرتهم نعم فلا وجه الا ايه هجرتهم نعم وانما الكلام الكلام في مخالطة المسلمين حديثنا عن مخالطة اهل الاسلام وما فيها من البركة طبعا ما فيها من البركة اذا كان المسلم ملتزما بدينه اما اذا كان والعياذ بالله فاسقا او فاجرا ننصح لكن ما في بركة بصحبت هذا والعياذ الله تعالى السلام اللهم اننا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وامرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درج الجنة جنة الخلب لما روي انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من جر جمع جرة مخمر احب اليك او من هذه المطهر التي طهر منها الناس انه والله هي جرة مغطاية الوضوء اليك احب من هذه الجرة ام والله من قام بحرة ماء يتوضأ منها هؤلاء المسلمون نعم فقال بل من هذه المطاهر التماسا لبركة ايدي المسلمين صلى الله عليه وسلم اهو مصدر البركة صلى الله عليه وسلم لكن يعلم امته صلى الله عليه وسلم قيل الوضوء من جر مخمر احب اليك ام من هذه المطاهر التي يتظهر منها الناس فقال بل من هذه المطاهر التماسا لبركة أيدي المسلمين لكن بركة وين مكان يتوضأ من المسلمون موالله مكان مسكروا فيه ولا عردوا فيه هناك لعنات تنزل عليهم نساء الله الحفظ والسلام نعم ذلك الأكل مع جماعة المسلمين مع الصالحين في البركة والشرب معهم في بركة والسفر معهم في بركة لكن مع من مع أهل البركة مع أهل البركة أما والله والله السلام عنده انحراف ولا عنده زيغ يتركه